السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن تفاصيل استئناف كهرباء ايه التهريك ده مفيش امل سخر شريف اسلام مدير التسويق السابق بنادي الزمالك من الحديث عن تاجيل النظر في استئناف اللعب محمود كهرباء لما بعد مباراة السوبر المصري وكتب شريف اسلام عبر راح يسابه على موقع تواصل اجتماع تويتر قائلا شايف انهم يعجلوا النظر في عقوبة اللعب الهارب لاول السنة وهو نبدأ على نظافة ايه التهريك ده بتتفصل عشان يلعب مباراة بعينها مفيش امل كانت لجنة الانضباط قد قررت يقاف محمود كهرباء 12 مباراة وغرامة مليون جنيه بسبب ما بدر منه من تجاوز في حق نادي الزمالك عقب مباراة القمة في الدوري يناير الماضي قبل ان يقدم للعب استئناف تم ايقاف العقوبة بناء عليه انتظارا لموعد حسم لجنة الاستئناف لهذا التظلم منظومة رياضية فزدة ترجمة نانسي قنقر